بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي البرواز في برواز الليلة نستعرض معا حالة مصرية وقد أسميناها بعنوان الحلقة فيلم الممر حالة مصرية انقسمت الآراء حول هذا الفيلم لكن الفيلم أحدث حراكا كبيرا واستطاع أن يثبت مجددا مقدرة السينما المصرية على أن تنتج فيلما حربيا كنا عبر السنوات الماضية أو العقود الماضية لأنه يفصلنا عن 73 الآن عقود كنا نقول متى ننتج فيلما يرقى إلى قامة حرب أكتوبر وكان يرد علينا بنقص الإمكانيات وأخيرا اجتمعت الإمكانيات المصرية وظهر فيلم الممر وأثار سجالا وأثار حراكا وأثار نقاشا داخل مصر وخارج مصر وأصدق ما قيل في هذا الفيلم ما كتبته حنان أبو الضياء في صحيفة الوفد عندما قالت إن فيلم الممر مدفعية فنية توجه إلى إسرائيل مدفعية فنية وهنا يكون بيت القصيد إسرائيل في المشهد الثقافي العالمي حاربتنا بالمقال وحاربتنا بالبرنامج وحاربتنا بالصحيفة وحاربتنا بالكتاب وحاربتنا بالألبوم الغنائي لكن لا تنسوا أنها عبر عقود حاربتنا بالفيلم السينمائي عندما ينزل أي عربي إلى مطار في أمريكا في واشنطن دي سي أو أي مطار يلحظ ملامح الكراهية من أين أتت هذه الكراهية؟ أتت من تراث سينمائي رسخته هوليود من منتصف الثمانينيات كانت هوليود تنتج تقريبا حوالي خمستاشر أو عشرين فيلم أسبوعيا لتشويه الشخصية المصرية والعربية وهذا الكلام لا بد أن نعرفه ولا بد أن يعرفه الرأي العالم إسرائيل حاربتنا في المشهد الأمريكي والمشهد الأوروبي بالفيلم السينمائي من السمانينيات تقريبا كل أسبوع ما بين خمستاشر أو عشرين فيلم تبغض الشخصية العربية والمصرية إلى الرأي العام الأمريكي وظهر أسماء معروفة في هوليود مثل المنتج مناحم جولان والمنتج مناحم جولان هو الذي أسس شركة كانون من الشركات الشهيرة في الإنتاج السينمائي وأنتج وحده أكتر من ستة وعشرين فيلم تهين الشخصية العربية وتشويهها يبقى الأمريكي البسيط لم يبغض العرب من فراغ أبغض العرب بسبب الفيلم السينمائي القائم على عملية التشويه كان لابد أن نرد على الفيلم السينمائي بفيلم سينمائي وكنا نقول عبر سنوات وعقود أين الرواية التي تصور حرب أكتوبر أين القصة القصيرة التي تصور حرب أكتوبر أين الفيلم السينمائي الذي يصور أمجاد أكتوبر وأخيرا واتتنا اللحظة وجاءت في سبتمبر 15 سبتمبر 2018 بدأت عملية إنتاج فيلم الممر ورصد لهذا الفيلم مبلغ يقترب من 100 مليون جنيه مبلغ يقترب من 100 مليون جنيه وظهرت إمكانات جديدة للفيلم المصري والسينما المصرية وهنا لابد أن نقول أنه كان لابد أن تتدخل الدولة منذ البداية لأنه لابد من أن نرصد إمكانات الدولة في صياغة فيلم سينمائي يصور هذه اللحظة اللحظة التي وصفها موشي ديان في سيرته الذاتية ستوري أوب ماي لايف أو قصة حياتي بأنها لحظة السيربرايز لحظة المفاجأة الصاعقة بيقول موشي ديان طبعا تصاحبنا صورة جزء أو مشهد أو مسمع من فيلم الممر ولابد أن نشيد هنا بدور القطبين الكبيرين أو رمانتي الميزان في الفيلم نور الذي لعب بطولته أو دوره أحمد عز والضابط الإسرائيلي الشخصية السيكوباتية السيكولوجية المعقدة الذي لعب دوره ببراعة الممثل الشاب بإياد نصار والحقيقة أن أحمد عز وإياد نصار كان فرسي الرهان في الفيلم كان كفتي الميزان في الفيلم كفة طب وكفة ارتفع وهكذا دواليك وهذا يقدح شرارة الدراما أو يصنع الدراما في الفيلم الحقيقة لابد أن نشيد هنا بالمجميع والقدرة على تحريك المجميع لابد أن نشيد بالقدرة على تنفيذ مشاهد الاشتباكات بالأسلحة والاشتباكات بالأيدي ويبدو كما فهمنا من الأخبار أن هناك فريق عمل أمريكي تم الاستعانة به في إخراج مشاهد القتال والاشتباك بالأيدي أو الاشتباك بالأسلحة الحقيقة أن الفيلم صدر حالة مصرية جديدة هنقول فيه سلبيات هنقول فيه مناطق سلبيات فنية أو اعتوار فني طب ما هو أي عمل حتى لو عمل سينمائي بقامة ما كان يخرجه مثلا سيسيل ديميل أو المخرجين العالميين سنجد فيه بالضرورة مناطق سلبية لكن دعونا نحتفي بالتجربة إنه أخيرا استطعنا أن ننتج فيلما حربيا بقدر من المهارية والاحترافية يستحق أن يشاد به قد يكون لنا كلام حول دور إحساد دور أحمد رزق الذي أظهر الصحفي بصورة يتعين أن يعاد النظر فيها فالصحافة الجادة لعبت دورا كظهير قوي جدا في ملحمة العبور لابد أن نقول هذا الكلام لكن لابد أن نقول إن فيلم الممر صنع حالة وكثيرون سألوني هل فيلم الممر يعتمد على قصة واقعية نعم يعتمد على قصة واقعية رصدت من بطولات أكتوبر وشريف عرفة المخرج الذي أثبت براعته في تحريك المجميع وإخراج هذه اللقطات الفنية اعتمد بالضرورة في السيناريو على قصص حقيقية والسيطرة على معسكر للإسرائيليين داخل سيناء شخصية كشخصية البدوية فرحة أو فرحانة هذه الشخصية شخصية حقيقية وتدربت على يد البطل إبراهيم الرفاعي وكانت تقوم بعمليات فدائية في الشيخ زويد ونجحت في تفجير سيارة جيب إسرائيلية هذه شخصية حقيقية بالفعل والرئيس الرحل أنور السادات منحها نوط الجمهورية ومعنى هذا أن الفيلم اعتمد على وقائع حقيقية صدر الفيلم سجالا واسعا ما بين النقاد وما بين رجل الشارع البسيط وما بين المثقف وأعاد مرة أخرى تجربة أكتوبر إلى دائرة الضوء الفني ما عدتش المسألة فيلم بودور للراحل نادر جلال ما عدتش المسألة فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي للراحل حسام الدين مصطفى ما عدتش المسألة فيلم أبناء الصمت للراحل محمد راضي أصبح الآن لدينا رصيد نستطيع أن نضيفه إلى هذه القائمة الطويلة بالتأكيد في فيلم الممر مناطق يستحق أن يشاد بها لكن في المجمل دعونا نحيي فريق العمل المصري الذي تكتل واحتشد لتحقيق هذه النجاحات الميدانية على الأرض وتحقيق لغة سينمائية تستطيع أن تصور هذه البطولة بانكلر أحد الإسرائيليين كان يقول فاجأنا المصريون ونحن في سراويلنا الداخلية باعترافاتهم اعترافاتهم هم بالتأكيد فيلم الممر مثل بالفعل كما كتبت صحيفة الوفد مدفعية فنية تستطيع أن تضيف إلى هذا النصر مزيدا من الأبعاد حول هذا الفيلم فيلم الممر يكون لنا نقاش وطني ويكون لنا نقاش فني ويكون لنا نقاش ثقافي وتوعوي وديني مع فيديو أو لقطة لقطة من لقطات هذا الفيلم الذي استمر ساعتين ونصفا وهذه مدة مراثونية نشاهد معا هذه اللقطة ثم نعود داخل الستوديو معقبين محللين متأملين محتفين بهذا العمل السينمائي الذي يستحق بالفعل أن يشاد به ويستحق أن يقيم فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم فابقوا معنا عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم كما رأينا في هذا المشهد وهو مشهد رامز جدا ودال في رمزية كبيرة المواجهة الحوارية بين المقدم نور وبين الضابط الإسرائيلي ودعوني أجدد التحية لإياد نصار الذي قام بدور في نوع من التوازن الفني ما فيش فيه تشنج لأنه دور يعني أعتقد أنه من الأدوار غير النمطية أن يصور الضابط الإسرائيلي عندما يقع في الأسر بكل عجرفته وبكل حقده التوراة التلمودي الموروث الحوار جاء سجالا لكن دعونا ننظر إلى هذه الجملة الحوارية الملهمة نور يقول للضابط الإسرائيلي بوضوح إحنا نفذنا المأمورية إحنا نفذنا المأمورية لابد أن أشيد هنا بلغة الجسد لغة الإشارة عند إياد نصار اللغة التي تحمل معنى الكر معنى الحقد الموتور معنى الثقر والصراع التاريخي معنى استدعاء سنوات وإرث من العداء كل ده اتعمل الفوكس والتكثيف والتركيز في نظرته وده بيسموه في علم الدراما بيفوتل أو الشخصية الغريمة فإحنا عندنا شخصية البطل الأساسي ويمثله نور تمثله المجموعة المصرية المقاتلة وعندنا شخصية المنافس أو الغريم أو الخصم أو البيفوتل كما يقولون في الدراما وهي الشخصية التي لعبها ببراعة إياد نصار ونعتقد إياد نصار هنا لعب دورا جذريا في تحقيق التوازن في هذا الفيلم بدأ شريف عرف الفيلم بإيقاع سريعة إيقاع سريعة وبدأ من الضفة الأخرى اجتماع لمجموعة من القيادات الإسرائيلية تناقش ما حدث بدأ من لحظة نفسية تمثل حالة الانكسار ما بعد سبعة وستين ثم بعد ذلك دخلنا في الثلث الآخر أصداء ما حدث في القاهرة أصداء لاستعدادات العسكرية داخل القاهرة داخل المجتمع المدني كيف يفكر الطالب كيف يفكر المهندس والطبيب والمزارع كيف يفكر هؤلاء من الشرائح الاجتماعية المختلفة في المواجهة المرتقبة هنقول لشريف عرفة تباطئ الإيقاع بعض الشيء في السلس الأخير من الفيلم وأنا هنا بتكلم بلغة النقد السينماء الفني تباطئ الإيقاع بعض الشيء في السلس الأخير من الفيلم لكن السياق الإيقاعي كان شيئا رائعا تحريك المجميع كان شيئا رائعا احترافية تصوير تنفيذ المعارك ومشاهد الاشتباك كان شيئا مهنيا ورائعا خصوصا أنه تم الاستعانة طبعا بالقوات المسلحة في هذا الأمر في تحديد المواقع وتعوني أذكر أيضا بأنه تم الاستعانة ببعض الدبابات التي استخدمت أثناء حرب الاستنزاب يعني تم استخدام طراز الدبابات أثناء حرب الاستنزاب دعوني أشيد أيضا بالمساعدة الجادة التي قدمتها القوات المسلحة ضبط عملية الملابس التي تتعلق بهذه الفترة ضبط المواقع وتم تصوير الفيلم لمدة خمسة أشهر في خمس مدن في خمس مدن في السويس وفي جنوب سيناء وفي القاهرة إذن معنى هذا ببساطة أن الفيلم كبد فريق العمل كثيرا من المعاناة والعناء بل إن بعض الكست وبعض الممثلين الذين أدوا هذه الأدوار تدربوا بالفعل داخل مدرسة الصاعقة يعني تدربوا على الحركات القتالية داخل مدرسة الصاعقة لأنه مفترض أنه الهيكل العام للفيلم أنه قوات من الصاعقة المصرية تقتحم معسكرا إسرائيليا في سيناء اختيار المكان كان موفقا تحريك المجاميع كان موفقا أحمد عز لعب دورا جذريا في رسم الملمح الملحمي للبطل المصري الذي يخرج بثأر قديم لا شك أن هناك أدوارا أخرى لعبها الجميع ببراعة لابد أن أشيد بالفنان محمد فراج الذي لعب دورا جذريا في تصوير المقاتل أو المجند المصري البسيط لم تكن البطولة للقيادات فقط البطولة كانت للبسطاء لملح الأرض للمجندين الذين خرجوا من القرى والكفور والنجوع نجح محمد فراج في تصوير هؤلاء البسطاء حتى محمد فراج في تصريحات له بعد الفيلم قال يقدم الفيلم رسالة وطنية في توقيت حساس لا بد أن نجيد لغة الصورة نحن نعيش عصرا وصفه رولان فارت بحضارة الصورة ما نعودش نرد على الإسرائيليين بالكتب بس ولا بالرسائل العلمية بس ولا بمقالات في الواشنطن بوست ولا ديريش بيجيل ولا أي صحيفة كان لابد أن يرد بلغة الصورة كان لابد أن يرد باللغة السينمائية المحترفة العالم الآن يتلقى ثقافته من السينما وفي دولة بحجم أمريكا معظم الثقافة ومكونات الثقافة تتلقى من السينما عشان كده من أحم جولان الصهيوني حتى العظام من أول الثمانينيات بدأ يشتغل على إنتاج أفلام تشوه الشخصية العربية وتبغض الشخصية العربية إلى النفوس والقلوب استخدموا لغة الفن فأنا سعيد بالحالة دعونا نقول أن فيلم الممر شأنه شأن أي فيلم مصري أو فيلم عربي أو فيلم عالمي طبيعي أن تكون هناك سلبيات ما هو ما فيش عمل يعني بشري كامل لكن دعونا نحيي الحالة ولذلك أنا أسمي الفيلم بالحالة المصرية وهذا عنوان الحلقة فيلم الممر حالة مصرية حالة شارك فيها مخرج عبقري مثل شريف عرفة وشريف عرفة مش عاوز أقول أنه تعلم الإخراج في قلب بلاتوهات كان يعمرها كبار تعلم على يد حسن الإمام محمد خان أسماء كبيرة عاصرها شريف عرفة وشريف عرفة في تاريخ السينما استلم طيار معين بنسميه ما بعد الواقعية يعني السينما المصرية بدأت بالنمط الميلودرامي دخلنا بعد كده في الواقعية في الثمانينيات في آخر الثمانينيات ظهرت تجربة شريف عرفة لتمثل ما نسميه ما بعد الواقعية الجديدة الحقيقة أني سأعود إلى هذا الفيلم سأعود إلى بعض مفرداته الفنية معنا من الإسكندرية الجميلة مصطفى صديق البرنامج أستاذ مصطفى السلام عليكم ورحمة الله مرحمة الله وبركاته أهلا بيك أستاذ مصطفى إيه رأيك في فيلم الممر والحالة التي أثارها فيلم الممر تعقيبك لا والله أحيي حضراتكم والله وحاجة جميلة جدا يعني والشعب المصر وكله يعني بتلف حواليكم وبيسمع برنامج حضرتك يعني طب يعني لما نقول أن فيه فيلم سينمائي ناجح ومعنى كده أنه مش قدر السينما المصرية أن تسقط في أفلام المقاولات أو أفلام الأكشن أو أفلام الدم والسينج والمطاوي ما احنا هو لما بنحتشد بننتج فيلم سينما إراقي يذكر الأجيال الجديدة بحرب أكتوبر إيه رأيت في إنتاج أفلام من هذا النمط؟ لأنه الجيل الجديد ما عاش حرب أكتوبر ما يعرفش الثغرة ما يعرفش العبور ما يعرفش الجسور العائمة ما الحقش هذه المشاهد هل تعتقد أن السينما يمكن أن تقوم فعلا بهذا الدور؟ لا طبعا طبعا اللي مالوش أي حاجة اللي تقول لها ماضي والماضي بتاعنا اللاز ديت والأسلام ديت وفيها جيل جديدة ما شافتش الحاجات دي حضرتك أستاذ مصطفى أنت حضرتك شفت فيلم الممر؟ آه شفتك فيلم جميل جدا إيه بقى اللي جميل فيه؟ يعني إيه اللي استلفت نظرك؟ هل مثلا قدرة أو براعة أحمد عز براعة أحمد فلوكس في تصوير فيلم الأسير في تصوير صورة الأسير؟ يعني إيه اللي لفت نظرك من عناصر التمييز في الفيلم؟ جدية في التلقائية وتحسني يعني يعني حضرتك تحس الحاجة حيرية كمثيل يعني تحسني حاجة يعني آه واحد بيمثل حاجة يعني بلده بلد عظيمة بلدنا بلد عظيمة وبلد كبير وبلد محترمة ورئيسنا الله يبارك في عمره دول الصحة والعافية ماشي وحاجة شرف يعني في فراح الفيلم كل الشكر والتقدير أستاذ مصطفى كل الشكر والتقدير على هذه المداخلة وطبعا بدأت المداخلات تتفاعل لأن فيلم الممر كما قلنا حالة مصرية حالة رصد لها 100 مليون جنيه تكلفة إنتاج ضخمة وقد يكون الأعلى إرادا من بين أكبر أربع أفلام في تاريخ السينما المصرية هذه مسائل لابد أن تقال وأن ينبه إليها دعونا نقل ونكرر أن الفيلم يعتمد على واقعة حقيقية أنا التليفون بتاعي مهداش كل شوية حد يتصل بي هو الفيلم ده بيتكلم عن واقعة حقيقية أي ووقائع حقيقية وصورة البدوي أو البدوية فرحة أو فرحانة بطلة من بطلات العريش ربما الفيلم بروزها وأظهرها هنرجع للكلام ده كله ومعنا على الهاتف الناقد الفني والسينما الشاب المحترم الرصين الأستاذ معتز محسن صديق البرنامج أستاذ معتز السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتك وبأسرة البرنامج أهلا بيك أستاذ معتز أستاذ معتز فيلم الممر أثار سجالا وحالة فكرية حالة شعبية حالة صحفية وطبعا أثار سجالا واسعا كل الأدوار سواء دور أحمد رزق مثلا في تصوير شخصية الصحفي أو دور أحمد فلوكس في تصوير شخصية الأسير أو دور أحمد عز في تصوير دور قائد المجموعة أو دور إياد نصار الاستثنائي وغير النمط في تصوير الضابط الإسرائيلي المفعم بالأحلام التوراتية والتلمودية من وجهة نظر الكناقة السينمائي وفني ما مناطق التميز في هذا الفيلم ولماذا أثار هذا الحراف بسم الله الرحمن الرحيم أنا أعتقد أن هذا الفيلم كما أشرت حضرتك منذ بداية البرنامج بأنه حالة استثنائية في تاريخ السينما المصري ولو وجدنا لكل العناصر لحضرتك ذكرتها من خلال الأبطال الذين شاركوا في العمل بنجد أنه في حالة من النستالجيا أو الحنين الذي أثار شجون العديد من الجماهير من فئات عمرية مختلفة سواء اللي عاشوا اللحظة أو اللي لم يعيشوها إلا من خلال الحكي أو من خلال السمع من الحكايات المختلفة أو من خلال المصادر والمذكرات التي تناولت حروب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة فطبعا المخرج شريف عرفة كان يعني اختيارا موثقا لكي يتصدى لمثل هذا العمل من خلال هذه النوعية الشقة طبعا هنا بنسأل يا أستاذ معتز بنسأل ليه كان شريف عرفة هو الأنسب إخرابيا للإشراف على هذا الفيلم وتحريك المجميع وصياغة اللقطات وإلى آخره ليه شريف عرفة كان الأكثر تمييزا من بين مدارس الإخراج السينمائي طبعا الأستاذ شريف عرفة كان بدأ في الظهور في خلال فترة الثمانينيات تحديدا في عام 86 ووجدنا أنه كان أول فيلم تصدى ليه كان الأقزام قادمون في عام 86 وبعده الدرجة التالتة في 87 وبعدين بدأت الرؤية الإخراجية تنضج روايدا روايدا للمخرج شريف عرفة تصدى لمختلف الأنواع السينمائية ما بين الاجتماعية والبوليسية والمخابراتية والسيكولوجية إلى أن وصل بجدارة مستحقة للتصدي للأفلام الحربية طب هنا أنا أريد أن أسألك يا أستاذ معتز أسألك هنا أستاذ معتز أستاذ معتز تسمعوني أستاذ معتز أريد أن أطرح عليك سؤالا هنا أستاذ معتز هل تسمعوني مع ذرة أستاذ معتز هل يصل لك صوتي اللي انتشرت في الأونة الأخيرة أستاذ معتز أريد أن أطرح عليك سؤالا هل بالفعل يبدو أنه في مشكلة في الصوت أستاذ معتز قال تسمعوني أه بأسمع حضرتك تمام أه طب تمام أستاذ معتز كنت أطرح عليك سؤالا كتب السيناريو شريف عرفة وكتب الجملة الحوارية أمير طعمة أو أمير طعيمة اللي هو الشاعر كتب الجملة الحوارية أمير طعيمة وكتب السيناريو شريف عرفة هل تعتقد أنه كان فيه انسجام أو تساوق أو هرمونية بين حركة القصة وحركة الجملة الحوارية ولا أحسسنا أن الجملة الحوارية أحيانا شذت مثلا عن السياق السردي للفيلم طيب يبدو أنه معنا مشكلة في التواصل الصوتي مع الأستاذ معتز محسن وقد نعاود لاتصال به مرة أخرى معنا على الهاتف الأستاذ مريم من الإسكندرية أهلا بك أستاذ مريم أهلا وسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ مريم يعني أولا حضرتك شاهدت هذا الفيلم أه أه سلام عليكم جميل جدا طب إيه انطباعاتك أولا فيلم ممتاز جدا بيحكي قصة ممكن تكون فيه أجيال كتيرة ما عاشتهاش الأجيال اللي ما عاشتهاش لازم تعرف البلد دي عانت قد إيه والناس دي كانت عايشة زي وخصوصا أني هنز صبري كانت قايمة في دور الأم ممتازة جدا وقفة في ظهر زوجها قويس جدا بتفهم ابنها الحالة اللي كان فيها أحمد عز أول ما رجع من النكسة كان عامل إزاي بتبين إن رجال بتاعة البلد دي عانت قد إيه عشان تطلع الاحتلال من البلد وكانوا عايشين إزاي لو وصلت يعني إن كانوا بيعودوا بالأيام من أجل الأكل ولا شربهم ما كانتش فرقة معاهم أستاذ مريم أريد أن أطرع عليك سؤالا باعتبارك يعني متابعة إيه اللي لفت نظرك في هذا الفيلم هل مشاهد الأكشن والمواجهات وتنفيذ المعارك وتحريك المجميع ولا الحالات الإنسانية اللي موجودة بين مثلا هلال الجنب الصعيدي وخطيبته أو بين نور وزوجته هل الحالة الإنسانية التي لفتت الأنظار أم حالة المعارك والإثارة والتشويق وقد نفذت على أعلى مستوى بمعاونة فريق عمل أمريكي لتنفيذ هذه المعارك إيه اللي لفت نظرك في رسالة الفيلم وجميل نواحي حضرتك وأهم حاجة يعني بصرف النظر عن فعلا كان فيه مشاهد مؤثرة يعني المشهد اللي دين أحمد عز ومحمد فرق سعتما كان بيلوم وإني إزاي يضحي بحياته ووقف ومش خايف دا مشهد بالنزل أنا مشهد عالمي يقوله أنا مش خايف أنا عايزه يشوفني أنا واقف مش خايف يعني هي ناس مش فرق معاها أصلا أن هي تموت ولا لا المهم أنه يطلع المحتل من بلده دا من إزاي مش حايف أساسة مريم هل تعتقدين أنه إياد نصار في دور تاريخي من أدواره السينمائية نجح في تصوير نفسية الضابط الإسرائيلي أو نفسية الخصم أو العدو بكل أحقاده وبكل ثقره المعبد جدا جدا كان رائع في الدور يعني درجة أنه كان يعني بيغزني أنا من كتر الدور ما كان عامله جد جدا نعم ومشهد أنه هو غدر يعني أنه هو قتل أحمد وكان مصمم أنه هو يقتله من كتر الغل اللي نالي قلبه صمم أنه في الآخر يقتله دا حقيقة المحتل اللي كان في البلد كل الشكر والتقدير أستاذ مريم على هذه المداخلة وعاد لنا مرة أخرى الأستاذ معتز محسن الناقد الفني والسينما أستاذ معتز السلام عليكم ورحمة الله مجددا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع ذرة كان في عب تقني حالة بيننا وبين التواصل وكنت أسألك أنه اللي كتب سيناريو الفيلم شريف عرفة واللي كتب الجمل الحوارية في الفيلم الشعر أمير طعيمة هل تعتقد أنه شريف عرفة وأمير طعيمة اشتغل معا بنوع من الهرمونية والانسجام ولا الفكر ما كانش مربط في بعض المشاهد واللقطات لأنا شايف أن الاثنين نجح نجحا كبيرا في خلق الهرمونية والعملية الانسجامية لإحداث الحالة الفنية التي كنا ننتظرها لعقود مديدة لخروج فيلم حربي بالمعنى الحقيقي الذي ورد في الممر طبعا ما فيش عمل كامل هناك بعض الهنات أو بعض الملاحظات ولكن هذا لا يمنعنا من أن نحتفل ونحتفي بهذا النوع من العمل الفني الذي أحيى لنا عملية اللويلتي أو الانتماء تجاه الوطن ولا ننسى أن الفن له الدور الأكبر على مستوى العالم في خلق الحالة الوجدانية تجاه الوطن وشاهدنا ذلك في الأعمال التي تحدثت عن الحرب العالمية الثانية في أمريكا وبريطانيا حينما الرخى للحرب العالمية كالعملية كروسبو ونضال الأبطال أو مدافع نضال طب على ذكر السينما العالمية أستاذ معتز لما بنراجع تاريخ هوليود بنكتشف أصابع اللوبي الصهيوني في تحريك تاريخ سينما هوليود ضد الشخصية العربية والإسلامية وضد المصريين والعرب من أول فيلم ابن الشيخ سنة 1921 وصولا لفترة مناحم جولان وشركة كانون ثم شركة يونيفيرسل كل هذه الشركات كانت تنتج أفلاما تباغض الشخصية العربية إلى الرأي العام الأمريكي وفيلم من الأفلام زي فيلم الدورية الأخيرة بيظهر الجند البريطاني وهو يقول سأقتل العرب الحقراء هل تعتقد أنه إحنا بدأنا على الأقل لنعرف طريقنا للرد السينماء الجيد في هذا السجال الفكري على أساس أننا كنا نكتب مقالات نكتب كتبا توفيق الحكيم يكتب مقالة بعنوان عبرنا الهزيمة نجيب محفوظ يكتب مقالات بعنوان دروس أكتوبر إسماعيل ولي الدين يعمل مثلا رواية بعنوان أيام من أكتوبر جمال الغطاني يعمل حكايات الغريب لكن الآن نحن نخاطب بلغة الفيلم السينمائي هل تعتقد أنه كان مطلوبا إحداث هذه الخطوة؟ بالفعل هذه الخطوة كانت مطلوبة منذ عقود المديدة ولكن لا دعية للبكاء على الزيت المسكوب كما يقول للشعب البرتغالي لأنه تعلمنا من فطرة الإهمال الشديد الذي انتابنا بسبب تركنا لهذه النوعية وتوغي النوعيات أخرى لا دعي لذكرها ولكن لنعتبر هذا الفيلم البداية الحقيقية وأرجو أن لا تكون هذه الصحوة الفنية مجرد قفرة نرجو أن يتم توظيفها توظيفا جيدا وعلميا ومنهجيا لأنه في خلال إن شاء الله في عام 2022 الجزء الثاني سوف يصور لفيلم الممر وأنا أرشح في هذا الفيلم أيضا أن يابنصار أثبت جدارة حقيقية في نفسية الضابط الإسرائيلي وهو يرشح بكفاءة وبجدارة لأداء درع السافية جوري الضابط الشهير الذي أسر في حرب أكتوبر 73 أستاذ معتز وحضرتك بتتكلم معنا إحنا بنستعيم ببعض الأخبار والسجالات الصحفية التي أثيرت في أروقة الصحافة وحضرتك بتتكلم وفي خبر بيقول أو تعقيب صحفي بيقول أنه الصحافة العبرية والإعلام العبري في تداولي لفيلم الممر بيقول أنه أثار العدوات المتجددة مرة أخرى ضد الشخصية الإسرائيلية وأعاد إلى ذاكرة الأجيال شيئا مما حدث لأنه الأجيال الجديدة بالطبع لم تقرأ عن الثغرة لم تقرأ عن الجسور العائمة لم تقرأ عن عملية العبور لا تعرف كثيرا عن الجمصي أو سعد الدين الشذلي هل تعتقد أن هذا الخبر مبالغ أم أن هذا الخبر له قدر من الاعتبار والمصداقية؟ بالفعل لابد أن نأخذ هذا الخبر بنوع من الاعتبار والفخر والفخار بأننا استطعنا أن نؤكد للجميع في ظل اللحظات الراهنة التي نعاني منها في المنطقة من تشارضمات مختلفة أن الفيلم السينمائي نجح نجاحا كبيرا في أن يساهم في تجميع الأسرة المصرية تجاه العمل الفني الجاد والذي أدى بدوره في إحداث الطفعة الكبرى ولا نمسى في طفولتنا تعلقنا بالرصاصة لتزال في جيبي وتعلقنا بأغني على الممر وهنا هذا الفيلم نجح في إطفاء هذه الروح ويضاف إلى هذه الكلاسكيات الكبرى التي عبرت عن الحالة المصرية التي نجحت في التوحد وفي السوليداريتي أو الصلابة لمواجهة كيد الأعداء ومواجهة الحروب النفسية الكبرى لأن حضرتك صاحب نظرية هامة جدا بأن القوة الناعمة تساهم في خلق الفجوات عبر القوة الغربية ثم بعد ذلك تبدأ القوة الخشنة للسيطرة علينا بعد أن تم سلب ثقافتنا وتراثنا وفيلم الممر يرد على هذه المحاولات الكبرى التي تحدث من قبل الجانب المعادي لنا على أننا نساهم في إحياء البركم وين أو الهيريتش الطرار الذي يجعلنا نشعر بالفخ ونشعر بمدى انتمائنا لهؤلاء الأبطال الذين لو لا هم ما كنا أصبحنا على هذه الأرض وعلى الحياة كل الشكر والتقدير الناقد الفني والسينمائي المتميز الأستاذ معتز محسن ونتابع بالإكبار والإعجاب مقالاتك في نقد الحصص الإعلامية والدراما التلفزيونية والأفلام السينمائية في موقع جداريات الموقع الثقافي المتميز بدوره والذي يقود كتيبته صديقنا الإعلامي الأستاذ أحمد الفولي أعتقد أن فيلم الممر أثار سجالا ضروريا ولحظوا معايا أن كل عناصر الفيلم تضافرت لعملية الإنجاح حتى الموسيقى التصويرية يعني إحنا بقلنا فترة طويلة لم نسمع عمر خيرت وعمر خيرت من الأسماء المهمة جدا في مجال الموسيقى المصرية والعربية المعاصرة الحقيقة أن عمر خيرت ولا بد أن أشيد بالخلفيات الموسيقية للفيلم لأن تحريك هذه النظرات نظرات التحدي نظرات المناجزة تحريك مجموعات الاشتباك تحتاج إلى موسيقى فيها نوع من الحفز فيها نوع من الحث أعتقد أن عمر خيرت نجح في هذا ببراعة وبمصاحبة تسعين عازفا اللي ما يعرفوش الناس أن عمر خيرت صمم الموسيقى لهذا الفيلم بمصاحبة تسعين عازفا إحنا أمام جهد يستحق التقدير ما فيهوش عملية الكروتة ما فيهوش عملية السلق ما فيهوش عملية التلفيق المتعجل والسريع ودي قافة السينما المصرية في السنوات الأخيرة بتلاقيهم كلفته فيلم من الأفلام في فترة قياسية حطوا بعض التحبيش كان مشهد من مشاهد الأسرة من مشاهد الإغراء الأنثوي من السينج والمطاوي ده اللي كان بيحصل فأنت أمامي الآن جهد يعرف بالتاريخ يعرف بمرحلة سياسية وتاريخية مهمة يعرف بواحد من أفضل انتصارات العرب والمسلمين في العصر الحديث إن ما كانش الانتصار الوحيد للعرب ضد الكيان الصهيوني في العصر الحديث وبالتالي أنا أعتقد أنه التحضير للفيلم لمدة خمسة أشهر تدريب الممثلين على الحركات القتالية في مدرسة الصاعقة يعرفوا إزاي الحركة، إزاي القفز، إزاي الوثب، إزاي تحريك الكلاشنكوف إحنا كنا الحقيقة بننتقد الدراما التليفزيونية أنها لا تقدم صورة واقعية من سنتين ولا حاجة كان تظهر مثلا يظهر ممثل مفترض أنه بيؤدي دور العمليات الخاصة ومسك السلاح غلط مسك السلاح مصوبه غلط فالآن نحن أمام مجموعة تدربت جيدا حتى يعني كان في محاولة لتغذية الفيلم ببعض الحس الفكاهي عشان ما تبقاش المسألة كلها زخات رصاصته للفيلم واعتقد أنه لعب هذا الدور أحمد رزق وإن كان لي أن أعقب يعني أنا بقول المراسل الحربي لعب دورا جذريا يمكن من الهنات اللي في الفيلم اللي ممكن أقولها أنه أحمد رزق نقل دورا شديد الفكاهية يعني قد يكون أساء إلى فكرة المراسل الحربي إحنا كان لدينا مراسلون حربيون بقامة حمد الكنيسي بقامة عبده مباشر هؤلاء يعني لعبوا دورا جذريا دور المراسل الحربي لم يكن يقل في قوته عن دور المجند الذي يحمل السلاح وبالتالي أنا بقول آه كان فيه طبعا بعض الدفهات بعض الهنات بعض الأشياء التي كان يمكن تلافيها على الأقل كنت تنقل كان ينبغي أن تنقل صورة لصحفي وطني حتى العظام وطني حتى النخاع يساند العملية العسكرية بقلب مفتوح لكن أنا أعتقد أنه فلسفة شريف عرفة في صياغة السيناريو بهذه الصورة أنه حس أن المسائل يعني فيها اشتباكات كثيرة فيها مواجهات كثيرة فأراد أنه يكسر حدة هذه المواجهات بخفة ظل أو بنكتة بسيطة تلطف الأجواء لابد أن أشيد بأدوار كثيرة أتصور أن دور المجند إسماعيل عامر والذي لعبه الفنان محمود حافظ كان دورا مهما لأنه إحنا في أكتوبر لا ينبغي أن نشيد فقط بالقيادات مش كل مرة نقعد نقول الجمسي والشازلي فقط وكل هؤلاء لعبوا أدوارا تاريخية تثمن غالية في قلب الضمير المصري بس المجند البسيط عبد العاطي صائد الدبابات هذه الأسماء العظيمة إبراهيم الرفاعي الذي كتب عنه الراح الجمال الغطاني رواية كاملة اسمها الرفاعي طبعا صورة المجندين البسطاء ومعنى محمد فراج مثلا في لقطة كهذه اللقطة كان مهم أن يظهر دور المجندين دور البسطاء دور ملح الأرض كما نسميه هؤلاء لعبوا أدوارا كبيرة الحقيقة أنه نحن أمام حدث ملحمي حطم جزءا كبيرا من الأساطير ممكن يكون الجيل الجديد مش فاهم اللي أنا بقوله ده أو يمكن يفاجأ بالله أنا بقوله ده لأن الجيل الجديد لم يشهد أبدا انتصارات للطرف العربي فمع الشهادية اللحظات المجيدة لكن أنا بقول الجيل الجديد لأ حرب أكتوبر كانت واحدة من أمجد لحظات الانتصار العربي ارجع لكتاب مثلا هيسم الأيوبي دروس الحرب الرابعة ارجع لكتاب محمد العويني حول استخدام إسرائيل لمصطلحات مضللة الإسرائيل كانوا بيحاولوا أنهم يخفوا معالم الفضيحة لأنه حتى في اليوم الثالث للقتال والحرب الإذاعة العبرية أذاعت أن الجسور العائمة حطمت الجسور العائمة التي بناها وصممها المصريون على صفحة القناة حطمت بالكامل لجأت آلة الدعاء الإسرائيلية إلى الأكاذيب وهذا ما اعترف به القيادات الإسرائيلية اعترف شلوم جونين واعترف عدد من القيادات الإسرائيلية بأنهم كانوا يكذبون ويكتبون بيانات عسكرية كاذبة يبقى كل الأخطاء اللي احنا وقعنا فيها في سبعة وستين بدأوا يقعون فيها في تلاتة وسبعين وما أعقب تلاتة وسبعين الحقيقة كمان لابد أن أشيد هنا بأنه تصوير الطرف الآخر في الفيلم كان مهما كان مهما أن تصور الضابط أو عقلية الضابط الإسرائيلي كيف يفكر يعني مشي ديان في سيراته الذاتية بيصف لك ما حدث في تلاتة وسبعين بيقول كان عندي تليفون عدة كده لونها أحمر لم تتوقف عدة التليفون عن الرنين فبرد أقول يعني القوات المصرية والسورية تجتاز وتدشن الحرب أو تبدأ الحرب حتى مشي ديان بيقول بيضع عنوانا لهذا الفصل حرب يوم كيبور بيسموها في إسرائيل حرب يوم كيبور سيربرايز المفاجأة المصريون فاجأوا إسرائيل من كل الزوايا والأركان فاجأوا إسرائيل مفاجأة كاملة حتى هو بيقول ايجيبشيانس وير كروسينج ذا كنال هو نفسه بينهي الفصل بهادي الجملة ايجيبشيانس وير كروسينج ذا كنال المصريون يعبرون القناة بالفعل يعبرون القناة بالفعل مش عملية انتحارية ولا شغل جنوني ولا شغل مضحك كما صورت صحافتهم مع ريف واريتس وهذه الصحف كانت تصور الأمر على إنه عملية انتحارية حتى ها علامه زيه الكاتبة الإسرائيلية وصفت موشي ديان بالرجل المحطم بالرجل المحطم هنقول إن فيلم الممر بالتأكيد كان حالة مصرية وهنقول إن فيلم الممر قد يكون بداية لإنهاء حالة الاستقطاب الرأي العام في مصر في حالة استقطاب الناس منقسمة على بعض ربما هذه الأعمال الوطنية الكبيرة تعيدنا إلى خندق واحد تعيدنا إلى معركة مشتركة تعيدنا إلى قيم وطنية وحضارية وإيمانية مشتركة عشان كده بقول الفيلم المصري الجيد الدراما المصرية الجيدة الألبوم الغناء الجيد يمكن أن يجمع الأسرة المصرية مجددا حول طاولة واحدة بقول لصناع السينما وصناع الدراما أديكو جربته جزء من النجاح أديكو جربته أن تنتجوا فيلما جدا بعيدا عن البهارات المعروفة اللي هو البرنو وأمصان النوم والأسرة والعلاقات غير النظيفة والسينج والمطاوي أديكو جربته الفيلم الجاد ودي الناس تحلقت حول الفيلم الجاد حتى لو في بعض الدفوهات حتى لو في بعض الهنات لكن بالتأكيد فيلم الممر حالة مصرية تستحق أن يشاد بها وتؤكد قدرة المصري على أن يقدم منجزا ميدانيا جيدا حينما تتاح له الظروف والسياقات لأن يصنع هذا كل الشكر والتقدير لكست أو طاقم العمل في هذا الفيلم كل الشكر والتقدير لمن عاونه وساعده في إخراج هذا العمل الوطني الرفيع المميز وأنا أتحدث هنا كناقة فني وأدبي بعيدا عن أي عواطف وطنية لكن بالتأكيد الفيلم يمثل حالة جديدة يعطي لنا قدرة وأفضلية في إنتاج فيلم حربي بمواصفات مهنية عالية ويؤكد أننا يمكن أن ندخل إلى السجال والسباق لغة الصورة والآن المعركة ليست مجرد بارجة أو فرقاطة أو كلاشنكوف أو دبابة ومجنزرة المعركة معركة صورة معركة وعي معركة أدمغة معركة ثقافة معركة تصدير إرادة وتصميم حقيقي كل الشكر والتقدير وإن شاء الله في الحلقات القادمة تتجدد داخل البلواز مزيد من اللقطات للأسرة المصرية وللمثقف المصري ولكل عربي يُعنى بقضية التوعية وقضية الأوطان العربية ريث ما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر